أعربت وزارة الخارجية عن قلق مملكة البحرين البالغ من خطة إسرائيلية لشن هجوم عسكري بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهي الملاذ الآمن الأخير لأكثر من مليون فلسطيني وحذرت الوزارة في بيانها من تداعيات الخطة الإسرائيلية الكارثية على حياة المدنيين وأوضاعهم الإنسانية وتهديداتها الخطيرة للأمن والاستقرار الإقليمي ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتدخل العاجل والفوري لمنع الهجوم العسكري الإسرائيلي كونه انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت بشأن وقف إطلاق النار ورفض التهجير القصري للشعب الفلسطيني الشقيق من قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين وضرورة عودتهم إلى مساكنهم وتوفير احتياجاتهم الإنسانية بشكل فوري ودائم ودعم جهود التوصل لحل سلمي مستدام لإنهاء الحرب وعدم توسع العمليات العسكرية اشتركوا في القناة